أزمة سياسية قد تطيح برئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد أسابيع فقط من توليها منصبها صحيفة الديلي ميل ذكرت أن أعضاء في البرلمان سيحاولون الإطاحة بتراس على خلفية خطتها الاقتصادية المثيرة للجدل وبحسب الصحيفة فإن أكثر من مئة من أعضاء حزب المحافظين مستعدون لتقديم طلبات إلى رئيس لجنة الحزب التي تنظم الانتخابات جراهام برادي وأضافت الصحيفة أن أكراهام يقاوم هذه الخطوة ويرى أن تراس ووزير المالية المعين حديثا جيرمي هانت يستحقان فرصة لوضع استراتيجية اقتصادية بحلول نهاية أكتوبر الجاري وفي محاولة لتفادي السيناريو الأسوأ بإزاحة تراس أعلن هانت عن إجراءات جديدة لمعالجة خطة تراس الاقتصادية أولا سنلغي جميع الإجراءات التي تم الإعلان عنها في الميزانية قبل ثلاثة أسابيع والتي لم تبدأ إجراءات التصديق عليها داخل البرلمان سنستمر في إلغاء ضريبة الرعاية الصحية والاجتماعية ورسوم الدمغة لكن لن نستمر في التخفيضات على ضرائب الدخل أو خطة التسوق الجديدة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة للزائرين من خارج المملكة المتحدة ولم يستبعد هانت اتخاذ إجراءات إضافية أكثر صعوبة لزيادة الإرادات الضريبية وخفض النفقات ومن بين الخطوات التي ألمح إليها هانت إعادة النظر في حزمة دعم الطاقة للمستهلكين ووعد هانت باستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا وفقدت بريطانيا ثلاثة رؤساء وزراء منذ أن صوتت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عام 2016 ويعاني الاقتصاد البريطاني من تراجع في مؤشرات الأداء يضعه على حفة الركود مع تراجع كبير في معدلات الإنتاج والدخول الحقيقية وارتفاع كبير في تكلفة المعيشة اشتركوا في القناة